أعلن خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقدم مصر أربع مراكز في التصنيف الإسباني سيماغو لتحتل المركز الثاني والثلاثين من بين مائتين وأحدى وثلاثين دولة وهو أعلى ترتيب حصلت عليه في تاريخ النشر العلمي المتميز كما أضاف خالد عبدالغفار أن التصنيف الإسباني يهتم بتصنيف الجامعات والمراكز البحثية وفقاً لمؤشر مركب يجمع بين ثلاثة مؤشرات مختلفة وأشار عبدالغفار إلى أن مصر تقدمت في هذا التصنيف على العديد من الدول المتقدمة في مساهمتها البحثية مثل نرويج وباكستان وهونج كونج وأسرائيل وسنغافورة وفنلندا كما أشار التصنيف إلى إدراج 38 جامعة ومؤسسة بحثية وأكاديمية مصرية في تصنيف عام 2019 وعلى رأسهم جامعة القاهرة